لكن بينما يغلب التركيز الآن على انتهاكات النظام الإيراني ركزت مجلة National Interest في تقرير حديث لها على على أخطاء الاستراتيجية الأمريكية في التعامل مع إيران حيث اعتبرت المجر لأن هذه الاستراتيجية تواجه ثغرات عديدة سمحت لإيران بالإفلات من العقوبات المفروضة عليها وأن على واشنطن أن تسعى لعرقلة تقدم طهران في سوق الطائرة المسيرة بالتوازي مع عرقلة عملية تطوير الصواريخ وأشرت المجلة إلى أن العقوبات يجب أن تمتد إلى عملية تبادل تكنولوجيا هذه الطائرات بين إيران وشركائها ولوكلاء داخل وخارج الشرق الأوسط اقترحت المجلة الأمريكية استخدام نموذج العصى والجزر وفق معايير محددة بحيث يتوزع بين الضغوط القصوى التي تتضمن التلويح بعمل عسكري وبالعقوبات الاقتصادية وبين الانخراط الدبلوماسي وتخفيف العقوبات بهدف تغيير سلوك النظام وتستشهد المجلة بالعقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن الشهر الجاري على أعضاء بمنظمة القدس للطيران والصناعات الفضائية التابعة للحرس الثوري تلك التي تصنع طائرات مهاجر ستة التي يعتقد بأن إيران زودت بها روسيا في حرب أوكرانيا ربما تكون بداية الضغط الذي تتحدث عنه ناشنل انترست من التنسيق مع إسرائيل فالسفير الأمريكي هناك توماس نايتس قال قال إن قائد القيادة المركزية الأمريكية مايكل كوريلا بحث عن وزير الدفاع الإسرائيلي وفقال تقوية التحالف ضد الأخطار الإقليمية وخاصة إيران قال نايتس عبر حسابه على تويتر إن التهديدات الإقليمية خاصة من النظام الإيراني الخطير والمدمر الذي ينتهك حقوق شعبه كانت ضمن الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع